هل تشعر بكمية الأخطار المحيطة بك من حولك؟ كم يصرفها الله عنك وأنت لا تدري تلك الأخطار لو سلطت عليك لأهلكتك لولا الله الحفيظ فهو الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطب ويقيه مصارع السوء له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أن يحفظون بأمر الله بدنه وروحه من كل من يريده بسوء ويحفظون عليه أعماله وهم ملازمون له دائما وهو الذي يحفظ السماوات والأرض فلا تزولان ولا تندثران ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقد ثبت علميا أننا نعيش مع سبعة آلاف نوع من الجراثيم في منازلنا ونحن لا نشعر بها والله يحفظنا منها قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن أي هل يحفظكم أحد غيره لا حافظ إلا هو وهو الذي يحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية ويرسل ملائكته لحفظ أعمال العباد وتسجيلها عليهم قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ويحفظ أولياءه فيعصمهم عن مواقعة الذنوب فإن وقعوا في شيء منها وفقهم للتوبة ويحرسهم من مكائد الشيطان ليسلموا من شره وفتنته فحفظ الله تعالى لخلقه نوعان عام وخاص فالعام لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيتها ويحفظ بنيتها والخاص لأوليائه بحفظهم عما يضر إيمانهم وهو الحفيظ الذي لا يغفل ولا ينسى ولا يغيب شيء عن علمه لا يضل ربي ولا ينسى فمن علم أن الله هو الحفيظ راقبه في الأقوال والأعمال في السر والعلانية ومن علم أن الله هو الحفيظ توكل عليه واطمأن لحفظه وكلاءته وآمن بقضائه وقدره قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر